ولكن بالتأكيد هيكون عندنا إطلالة مع الفوزة فارس بجائزة المؤسسة العربية جائزة مهمة دي الدورة الحداشر جائزة محمد بن راشد المكتوم يتوجد النادي الاهلي كمسرة دي وكمان بنبارك طبعا للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد دولي الكرة اليد كفوزه بأفضل مؤسسة أيضا عالمية وده شيء بيشرفنا جدا أبناء النادي الاهلي والنادي الاهلي دائما ما يكونوا يعني على منصات التتويج ومنصات التكريم لأن التاريخ بيقول كده تاريخ النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي اللي بيستمر من إدارة لإدارة ومن فرد لفرد وكل مفرد بيتشرب سياسة النادي الاهلي في الرياضة المصرية بالتالي بيخطو خطوات نحو العالمية بالتأكيد ألف مبروك للدكتور حسن مصطفى وطبعا للنادي الاهلي وجمهير إناد الاهلي بجائزة دي أكيد كل جمهور النادي الاهلي دايما سعيد جمهور النادي الاهلي أنا بكون سعيد بفكرة اقتران اسمه بفكرة جايزة الإبداع لأن النادي الأهلي فعلا مبدع النادي الأهلي مبدع النادي الأهلي خلاق النادي الأهلي دايما عنده مساحة استثنائية بتشوفه هو اللي بيقود هو اللي دايما بيديك الأفكار في الكرة المصرية دايما النادي الأهلي رائد في مجالات كتيرة جدا في الرياضة يمكن المرة دي شركات الأهلي جزء كبير جدا من النجاح ده شركات النادي الأهلي خطوة كبيرة خطوة مؤسسية خطوة غير مسبوقة النادي الأهلي يا جماعة يمكن أسامة بالمصادفة كان بيقول كابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي كان حلمه في شركة الكورة أيضا من سنوات أنا أفتكر كابتن حسن حمدي كان يكلم البعض عن فكرة شركة الكورة وقت ما كان فيه فوبيا من مصطلح فكرة شركات كورة القدم ولكن دايما الأهلي كان سابق بخطوة جاء كابتن محمود الخطيب بيكمل الدرب ده بيكمل الطريق بمجموعة من الأفكار مجموعة من الحاجات مش طفرة إنشائية بس أنت بتتكلم في طفرة اقتصادية أنا بشوف النادي الأهلي بيسعى نحو فكرة المنظومة الاقتصادية المتكملة ده اللي أنا شايف إن النادي الأهلي بيسعى لي وعشان كده الكابتن محمود الخطيب متواجد حاليا ودي طبعا لقطات من استقبال الكابتن محمود الخطيب أو انتظار الكابتن محمود الخطيب للحفل غدل إن شاء الله وطبعا يعني أستاذ عقوب السعدي راجل إماراتي محبب جدا لقلوب جماهير النادي الأهلي وتقريبا أهلاوي بدرجة كبيرة جدا وكأنه أيضا تشرب النادي الأهلي عجبني جدا اللقاءه اللي تم عرضه في قناة النادي الأهلي قبل البرنامج وتكلم عن فكرة قد إيه مبادئ النادي الأهلي وقد إيه إن هي مش مبادئ مجرد بتتقال كلام فقط لغير لأ ده بتطبق على أرض الواقع وقد إيه إن جماهير النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي جمهور عظيم وعجبنا جدا حتى يعني بصدق مصدفة إنه قال إن دايما بيقولوا الأهلي خط أحمر وفعلا الأهلي خط أحمر فشيء طبعا يعني يدعو للفخر من قبل جماهير النادي الأهلي يا فارس أنا بكون سعيد بحاجة أسامة إن يعقوب السعدي تحديدا أنا بحب كل من يتحدث عن النادي الأهلي بصدق وكل من يتحدث عنه بجزء فيه شغف كده وفيه حالة عشق هي فعلا بتبان حقيقية في كلامه فهو من الناس اللي أنا بكون باستمتع بحادثهم عن النادي الأهلي